السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم ان شاء الله اشتركوا معاكم الطاجين تلحم اللي غدا نخضروا ان شاء الله بالتين او لفيق او الكرموس تمنى ان شاء الله يعجبكم وكن اعتذر بزاف على هاد تأخير هاد المدة طويلة ما نزلت لكم الفيديو تمنى ان شاء الله تسمحوا لي و تفضلوا معايا باش تفوت تفاصيل الفيديو اول حاجة غدا نحتاجوا لهاد الطاجين اه هنا يا عندي القرفة والباديان غدا نوضعهم على جنب لان هادو ما غديش نطحنهم باش ما كيكحلوش لي اه الطاجين غدا نستعمل الحم ديال فو وهاد الطاجين ما بغيتوش يكون اللون دياله غامق اه لذلك كنفضل اني نضيفهم غير هكذاك هنا عندي بسيبسة كيف ما كتشوفوا معايا خديت اه زوج ديال القشيرات ديال بسيبسة هاد التوابل هادي غدا نطحنها من بعد هنا خديت خمسة ديال حبات ديال القعقلة هنا ازع فران تقريبا معلقة صغيرة والملح كتبقى على حسب الضوء ديال كوب والفلفل الابيض لي هو الابزار اه خديت معلقة اه صغيرة هاد التوابل غدا نطحنها كاملة من بعد ما طحنت اه توابل اه هي من افضل انا نضيفه شوية دابا وشوية ملي كيوجد لنا الطاجين كيفما كتشوفوا معايا هالطرف شوية كبير لذلك املي غدا ندن نتبل هاد الحيمات هادو غدا نحاول ندخل مزيان يعني تتبيلا داخل باش ميجيناش بباسل كيفما قلت لكم التوابل مل احسن نخلي واحد شوية يعني تل اخير انا في الاخر غدا نضيف شوية خاصة شوية ديال الزعفران باش كيجينا اه تاجين لديد وهنا عندي الكوركم طري اللي ممكن تعاوضوا بالكوركم اللي كيكون ناشف والزنجبيل الطري حتى هو يعني ممكن انكم تعاوضوه بالزنجبيل اللي كيكون ناشف هنا عندنا اه تومة اه ثلاثة ديال الدروس ديال التومة يعني ثلاثة ديال فصوص الحم ما كان حاولو ما كان كتروش بزاف تومة مش بحل الجاج جاج كيبغي تومة اكتر هنا الكيميا اللي استعملت ديال الحم ديال العجل استعملت جاج ديال كيلو هاد الكيميا ديال التوابي اللي احتاجيت اه كتصلح لزوج ديال كيلو سافي كيف ما كتشوفو معايا غدا نضيف انا غيل غيل ما اللي ما باش كن اه دايمن كتسولوني علش ما كان نضيف ش زديد اه لانه في الاول هكذا تعلمنا يعني هكذا تعلمت فدارنا كن اه نشرمله دائما بدون زيت بدون زبدة ودائما الحم ديال مني كيكون شي مناسبة ولا عندكم شي عراضة اه ماشي ضروري كنقليوه لابغيتو تقليو يعني ممكن تقليو شي مرات كنقليش شي مرات ما كنقليش خاصة لكانت عني كيميا كبيرة من هاد الحم فما كان قليش لانه ما يمكنش كتكون كيميا كبيرة ولو غيتو انتو ما تقليو يعني ممكن انا كتجيني يعني مجربة هكذا وهكذا كتجيني بانك تعطي نفس النتيجة سواء مقلي او ما مقليش اهنا باش غادي طيب غنضيف لي اهنا بصلك بيرا قطعتها احمراء ممكن تعودوها ببيضاء لبغيتو اهنا غدا نضيف هذوك حبات ديال بديان والقرفة عويدات ديال القرفة وغدا نخليه طيب على المحل يعني هذي هي اهم شي في اللحم انا ما كنسدش عليه في الكوكوت كنبغي يعني كنفضل انه نطيبو هكذا في يعني الطنجرة اه لعندي شوية تقيلة هذي من بعد ما وصل يعني نصف نصف ديال الطياب انا طفيت عليه غيش ما يبقاش البخار مش ميطلعش لكم مع الكاميرا البخار هنضفت معلقة ديال السمن وكمية ديال الزبدة تقريبا معلقة كبيرة ديال الزبدة هنغنضيف زيت الزيتون يعني معلقة ديال السمن معلقة صغيرة ديال السمن ومعلقة كبيرة ديال الزبدة وزيت الزيتون ومعلقة كبيرة ديال العسل باش كتفتيلين هذو كل الحيمات انا طفيت عليها قبل الكاميرا لانا كانت قريبة بزاف سوف نشعل عليه ونخليه يطيب بالمهل هنا اخديت شوية ديال المرق هاد الدغميرة هادية ممكن نضيفها مع اللحم هنا هاد المرة اعادة نحمر واحد شوية ديال الحم نحمره في الفران هاد المرة نغديش نحمره في الفران سوف نقليه غيف الطنجرة اخديت شوية كيف ما كتشوفه معي هذا كشيش ما ضفتش البصلة على اللحم ما البصلة كتجي كتواتم زيان مع اللحم يعني وخان كترو البصلة ماشي مشكيل هنا ضفت كيف ما كتشوفه معي شوية ديال الزعفران البديان والقرفة والملح كتبقى على حسب الضوء انا ما ضفتش الملح هاد المرة بالمرة لان من بعد من غدا تقلال الدغميرة كيف ما كتشوفه معي اللحمها هو خليته صافي طاب خليته تقلال غيف اذيك المريقة اللي كتبقى فيه حتى كيتحمر وما كنغطيش في هذا الوقت صافي كنزول عليه الغطاء وما كنغطيش كنخليته كيتحمر الراسه هنا اخديت اه عفوان التين او الكرموس قطعته غيره على زوج ووضفت لي شوية ديال العسل شوية ديال الزبدة وانتو ما نبغيتو تقدروا تضيف القرفة البديان يعني كبقى على حسب الضوء ديالكم وكنسوطي ومغيشي شوية في المقلة صافي ها هو الطاجين ديالنا وجد كيف ما كتشوفو معايا حمرتو غيشي شوية في المقلة غيف في الطنجرة ديالو وهنا الضغميرة ها هي يعني بقيت كن يعني كن انشحرها حتى بقى وقفات يعني بقى غير بصيلة بوحدها يعني اللي ما كيتبخر وكتبقى غير البصيلة بوحدها والزيت اللي كنت يا ما ضفتش لها الزيت لانا كنت ضيفة كمية ديال الزيت مع مع اللحم ما كنحاول ما نكترش بزيف الزيت وانتو ما لاحتاجيتو يعني ممكن نضيفو شوية ديال زيت الزيتون او الزبدة في الاخير وكنبقى نشحرو فيها انا فايتا نزلت شحل من مرة يعني الدغميرة كيفاش كتتخدم دكشي لاش هاد المرة ما صورتهاش كينين فيديوهات اخرين يعني اللي فيهم طرق اخرى ديال تحضير اللحم وكينة طرق ديال تحضير الدجاج وما زال ان شاء الله نزل لكم طرق اخرى ديال اللحم والدجاج انا بحل هاد الاطباق فصراحة ما كنحضراش دائما كنحضر اغيبني كيكون عندي شي ضيف لانا ولادي ما كيعجبو مش بزيف هاد هاد الهد رك عرفتو يعني الوليدات ما كيعجبو مش بزيف بحل هاد الاطباق هادي واحد انا ما كنكوش بزيف اللحم لك شي باش ما كنحضروش دائما يعني غالبا بحل هاد الاطباق كنحضرها عغيبني كيكون عندي شي ضيف هاد الطباق جلديد بزيف نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم يعني باش كيغير الانسان شوية وصافي بالنسبة لطريقة ديال التقديم كتبقى على حسب الضوء ديالكم يعني كتقدموا كيف ما كنقول لكم كل مرة يعني كنبقى نحضر وصافي حتى كي مرة كيجي مزيان مرة ما كيجيش مزيان على حسب احنا ضفتقي شوية ديال بستاش من الفوق اه وممكن انكم تستعملوا حتى الكرموس الاخضر حتى واكي جيل لون دياله حتى واكي جزوين ولا تخلطوا مبيناتهم يعني شوية هكا شوية هكا انا زدت استعملت تحت اه الشريحة غي هي الشريحة غي سوطيتها في نفس المقلات يعني زولت الكرموس وذك شي اللي بقلي ديال في المقلات دوز شحرت فيه شوية اه شريحة وزينتها بشوية ديال القرقع وضفتها وهنا كيف ما كتشوفوا معايا ضفت اللوز يعني اللي حمرته غي في الفرن مكان قليش صافي وكيجي الطبق منظر ديالو لشكل ديالو كيجي هكدا اتمنى ان شاء الله يعجبكم اتمنى ان شاء الله اتمنى ان شاء الله تجربوا ويعجبكم الى اعجبكم هذا الفيديو كيف العادة ما تنسى واشتغطوا على زر لايك وتشتركوا الوصفة مع الاحباب والاصحاب والى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه شكرا ترجمة نانسي قنقر